لكن لما رجع للأب مكتوب إذ كان لم يزل بعيد رآه أبوه فتحنن وركض خلي بالك الركض في تلك الكولتشر الثقافات يعني عيب أنه يركض الولد لازم يركض كأنه الأب عم بتطلع ليل الإبن جاي بخطة بطيئة لازم يكون أسرع فتعرف خليني أنا أركض غير مبالف العادات تلك الأيام ركض لأنه قلبه مليان محبة رآه تحنن ووقع على عنقه يعني الآب بكلمات أخرى سكب محبته دون كلمة عتاب دون كلمة توبيخ بشأن الماضي بل بالعكس عبر عن فرح ولكن كان ينبغي أن نفرح ونسر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد بتعبر عن أشواقه عن محبته عن فرحه عن غفرانه الكامل فالخطية سواء من سفر التكوين إصحاح ثلاثة إلى سفر رؤية إصحاح اتنين وعشرين من سقوط الإنسان في الخطية إلى آية سبعة عشر بعتقد في رؤية اتنين وعشرين الروح والعروس يقولان تعال بعدين ومن يريد ما فليأخذ يعني من لحظة السقوط إلى مجيء المسيح تانية والرب عم بيبحث عن الخطى الله هو اللي أخذ زمام المبادرة ألبس آدم وحواء أقمسة من جل الله لأخذ زمام المبادرة لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية انظروا أي محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه نحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا فمن لحظة السقوط إلى آخر لحظة الروح القدس والعروس لكنيسة عم بتقولك تعال اطلب الرب مدام يوجد تعال ماء الحياة مجانا واضح كل هذه الفترة بغض النظر كيف الله تعامل كيف تواصل عن طريق الذبائح عن طريق الرموز عن طريق الأنبياء عن طريق الآباء عن طريق النبوات العديدة عاوز يصل عاوز يتواصل مع الإنسان فإذن يعني شوف إذا قلت إنه السقوط أو الوصول إلى الحضيد هنا أنت تكون مرشح إلى الخلاص لكن النهاية بكل المطاف الله يسعى نحو الخلاص وهاي هي طريقة الرب ومعاملات الله أحبائي تجاه الإنسان الخاطئ